أعربت وزارة الخارجية عن إدانة وانستنكار دولة الكويت الشديدين لحادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مطار أتاتورك بمدينة اسطنبول التركية وأسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى من الأبرياء وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن هذه الجريمة الآثمة التي ترتكب في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم تؤكد أن الإرهاب لا دين له وأنه يستهدف تقويض الأمن والبشرية جمعا مؤكدا وقوف دولة الكويت إلى جانب تركيا الصديقة وتأييدها في جميع الإجراءات التي تتخذها لصيانة أمنها واستقرارها ومشددا على مواقف دولة الكويت الثابت والمبدأي المناهض للإرهاب والداعم للجهود الدولية الرامية إلى وأده